اشتركوا في القناة الوجود سدى ما خلقك الله إلا لعمر عظيم وخفز جليل شريم لكي تتعطر الحياة بطاعة مولاك لكي تتعطر الحياة بنحبة من أحيات لكي تطيب الحياة بالقرض من الله في السعيه كل ما يرضي الله لذلك فإن من أجل نعم الله جل وعلا على العبد أن يرهمه اغتنام هذه الحياة أن يرهمه اغتنام الساعات واللحظات في تقربه إلى الله فاطر الأرض والسماوات إنها الغنينة الباردة والتجارة الرابحة التي ينسي الإنسان ويصبح فيها وهو قريب من الله فكم من أيام قربت القلوب إلى ربها وكم من ليالي شوقت القلوب إلى خالفها إنها الغنينة الباردة والتجارة الرابحة حينما يغنم الإنسان الساعات واللحظات فلا تنبي عليه ساعة من يومه ولا ساعة من ليله إلا وهو في ذكر أو شكر ولقد أنزل الله جل وعلا كتابه المبين وبعث رسوله العميل صلى الله عليه وسلم لكي يحيي في القلوب لكي يحيي في القلوب هذا العمر البليل لكي يتحرك الناس إلى عبادة الله رب الجنة والناس لكي يكون ليل الإنسان ويهاره مضية له إلى طاعة الله ومرغاة الله ألا وإن الله جد ألا وإن من أعظم ما يوحق الإنسان له لاغتنام هذه الحياة ذكر الله جل وعلا ذكر الله الذي سبق به المفردون فقد خرج صلى الله عليه وسلم في سفره فقال لأصحابه فيروس هذا جمدان سبق المفردون قالوا ومن مفردون يا رسول الله قال الزاكرون الله كثيرا والزاكرات من أحيى الله قلبه بذكره من أحيى الله قلبه بذكره وشكره وشوقه إلى جنانه ورحمته فقد غنم هذه الحياة ولذلك حقيق بما أن نتفكر في هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة التي أحياها رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه حينما فتح لأمته أبواب الطاعات وشهد هممهم إلى اغتنان الخيرات فقال صلوات الله فقال الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى فيما أوحى إليه فاشتبقوا الخيرات وقال جل وعلا وفي ذلك فليتنافث المتنافسون شوق المؤمنين إلى طاعته لعلمه جل وعلا أن لا سبيل إلى جنته إلا باغتنان هذه الحياة بسلوك طريق محبته إنها التجارة الرابحة حينما يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا حينما يعمل بوصية الله في كتابه حيث يقول جل وعلا لأحبابه يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا تسبحوه ذكرة وعصيلا ألم تعلم أنك إن ذكرته ذكرك ولئن ذكرته في نفسك ذكره ذكرك في نفسه ولئن ذكرته بين الناس ذكرك الله جل وعلا بين منهم خير من الناس الذين ذكرته بينهم ذكر الله الذي تدرك به من سبقك وتفوت به من بعدك ألا وإن من أعظم ذكر الله عمارة الأوقاف بالصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحفوا واعلموا عن مقير أعمالكم الصلاة فيا من تريد اغتنام الحياة يا من تريدها حياة طيبة يطيب ليلها ونهارها يطيب صباحها ومشاؤها أكثر من الصلاة فإنها وصلة بين العبد ومولاه أكثر من الصلاة فإنها يستجر بها العبد محبة مولاه أكثر من الصلاة فإن الله جل وعلا يقول فيما صح بالحديث عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافب حتى أحبه فإذا أشبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي ينشي عليها ويده التي يبتش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه الصلاة نور نور في الحياة ونور بعد الوفاة نور في الحياة ولذلك نمر الله وجوه المصلين وقال الله في كتابه المبين عن أصحاب رسوله العمين فيما هم في وجوههم من عسر السجود قال بعض العلماء فيما هم في وجوههم من عسر السجود كانوا يحيون الليل بالعبادة فإذا أصبحوا أشرقت وجوههم من نور الصلاة في جوه الليل ألا وإن الصلاة رحمة من الله جل وعلا